موسيقى اهلا بكم الى نشاط الاخبار من قناة سماوة البداية بالعناوي تنديدا بممارسات ميليشيا قصد احتجاجات في بلدة ابو حمام برفي ديرزور شرقي موسيقى فتح ممارات انسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وصومي وسلطات كييف تعيق خروج المدنيين موسيقى الدفاع الروسي القوميون الاوكرانيون استخدموا حوالي 150 مدنيا كدروع بشرية في ماريوبول موسيقى اهلا بكم من جديد خرج اهلي بلدة ابو حمام برفي ديرزور شرقي في مظاهرة تنديدا بممارسات ميليشيا قصد بحق المواطنين وافد مرسل سما في المحافظة بان الاهالي قطعوا الطريقة واشعلوا الاطارات مطالبين بترضي ميليشيا قصد من مناطقها ويوم امس داهمت ميليشيا قصد بلدتي الكشكية وابو حمام اختطفت عددا من المواطنين واحرقت منازل اخرين استشهد مواطنان جراء عدوان اسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية اذكر مصدر عسكري ان العدوى الاسرائيلية نفذ عدوانا شويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دماشق وقد تصدت وسائط دفاع الجوي لصواريخ العدوان واسقطت معظمها اشار المصدر الى ان العدوان اسفر عن استشهد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية تعرضت حافلة مبيت عسكرية لهجوم الارهابي بمختلف انواع الاسلحة شرق المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص مصدر عسكرية شر الى ان الهجوم الارهابي ادى الى استشهاد ثلاثة عشر عسكريا بينهم عدد من الضباط وجرح ثمانية عشر اخرين تتكرر هذه الاعتداءات من قبل مجموعات ارهابية تنطلق من محيط قاعدة الاحتلال الامريكي بمنطقة التنف في اطار الجهود الحكومية لترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة وصلت مراكز التسوية في دير الزور ورقة وحلب استقبال المطلوبين لتسوية اوضاعهم واعادتهم الى حياتهم الطبيعية جينا الي جاي ترسوا تسويتنا وانصح اخوتنا البرات البلد انه يرجعون الي جاي يسوون تسوية وما بايشية هنا انا من فواه وجيت ازبط وضعي والله خلينا سياتي وعيس والله يطعافي للشباب وانصح كل شي واحد بابا يجي زبط وضعه ومكرمة ما فوقه مكرمة اسمع تعالى واحنا كلها اثناء ابناء الوطن اسمع تعالى واحنا ما علينا شيء الحمد لله بزينا نسوي تسوية راجعين لبلدنا والوطن نشكر ايد الرئيس ونشكر الجماعة اللي مستقبلين وما قصروا والحمد لله جيت من الصبحة والحمد لله الامور زينا وسوينا مصارحة والحمد لله جينا احنا هنا على التسوية سمعنا انه بي مكرمة من السيد الرئيس وجينا ايهون نعمل التسوية ونرجع نخدم وطننا ونرجع لهون على بلدنا والحمد لله ما بكل شيء ووضع تمام وكل شيء خير الحمد لله انصح كل واحد قفر ما يجي لي جاي بلدنا واهلنا طبعا انا صار لفترة هنا يعني بس ننصح العالم كلها ترجعين ما بيكل شيء انا البارحة وصلت الى البو كمان ومتت غادي وجيت اليوم ما بيكل شيء امر مثل اولي والله اجراءات يعني اتو عارف انتهى شغلت عشر دقائق وربع ساعة فيما لا مع السلام اليوم جاي اجي اجي تسوية والحمد لله استقبال حلو ومرتب وانصح كل واحد يجي يسوي تسوية ويرجع لحظم الوطن انا جيت اسوي تسوية واستقلون الشباب احلى استقبال والحمد لله ما في اي اشكال تسوي تسوية وقولوا لك الله معك ميسر انصح كل العالم تجي تسوي تسوية وترجع لبلاده روسية نظام تهدئة وفتح ممرات انسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي وقالت الوزارة انه بناء على طلب الرئيس الفرنسي من رئيس روسية تم فرض نظام وقف اطلاق النار ودعت الدفاع الروسية سلطات الاوكرانية للالتزام بالشروط مطالبة الجانب الاوكراني بالاستفاء والالتزام بشروط انشاء الممرات الانسانية ضمان انسحاب سكان المدنيين والمواطنين الاجانب صفقنا لك بحرارة هذا سقف ما نستطيع تقديمه لكن لا تتأمل اكثر من عضوية في الناتو جواب المانيا المتقدم بين اجنوبة الاوروبيين خطاب انهزامي لا تريد كيف فهمه فيما مسرح العمليات العسكرية الروسية المتركز في اوديسا بات نقطة افتراق البحر عن البر الاوكراني هذا جل ما خشاه زيلنسكي ووقع بر روسي ممتد من حدود القيصرية مرورا بدونباس وصولا الى القرم الروسية خيرسون بحر ازوف وصولا الى ميناء اوديسا نتحدث عن شريط بري مطل على النافذة الوحيدة لأوكرانيا مئات الكيلومترات جنوبا جنوبا فقط الشمال والشرق الاوكراني دون اهداف موسكو الاستراتيجية يقول العسكريون مشهد جديد اضر بما ارادوه لكيف بدأت قوافل المساعدات الروسية تنطلق الى اماكنها وتحديدا في خيرسون والقشة التي قسمت ظهر واشنطن اعلان موسكو هدنة وفتح معابر لخروج المدنيين من ستة ممرات انسانية في اوكرانيا خطوة جاءت بعد محاولة كيف اتهام موسكو بعدم الالتزام وافشال العمليات الانسانية وفي وقت تواصل فيه قوات ازاروف الاوكرانية اطلاق النار على المدنيين الذين حاولوا مغادرة ماريوبول جنوب دونباس واستخدامهم كدروع بشرية امام الجيش الروسي واشنطن تعبث باقتصاد اوروبا تحديدا والعالم نتحدث مع شركائنا الاوروبيين لتنسيق رؤية موحدة بشأن احتمال حظر استيراد النفط الروسي خبراء يتوقعون ان هذه الوسيلة الاخيرة للضغط على روسيا لكن حظر شراء النفط والغاز الروسيين لن يضروا بموسكو وحدها انما باوروبا نفسها ايضا فليس هناك في العالم الان من يمكنه زيادة انتاج الغاز بدرجة اكبر من 140 مليار متر مكعب من الغاز الروسي لم يتبقى شيئا في روسيا الا وعقبوه لكن في الكريملين هناك حكمة قديمة لكاتب روسي يقول لا تستعجلوا على من هو الاسوأ فيكم فالجحيم يتسع للجميع والجيش الروسي يتقدم من جانب اخر قالت الدفاع الروسي انه تم تسليم اكثر من 140 طن من المساعدات الانسانية من روسيا الى سكان خيرسون الاوكرانية والمناطق المشاورة رغم محاولات القوميين الاوكرانيين عرقلة وصولها وصلت قافلة محملة بشحنات انسانية الى المدينة الاوكرانية قادمة من جمهورية القرم فيما ضمن العسكريون التابعون للقوات المصلحة الروسية سلامة الحركة وضمان ايصال طرود المواد الغذائية غيرها من المستلزمات الاساسية اعلنت الحكومة الروسية عن قائمتها للدول التي تمارس اجراءات غير ودية ضد روسيا وشركاتها والتي كان قد طلبها الرئيس بوتين قبل يومين لاتخاذ اجراءات دفاعية ضدها ضمت القائمة المسمى بالدول غير الصديقة كلا من الاتحاد الاوروبي وامريكا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والنرويج وكندا وكندا ونيوزلندا وسنغفوريا وتايوان وجبل الاسود وسويسرا ذلك حسب المعلومات الاولية ذكرت وكالة تاس الروسية ان الوفد الروسي المفاوض وصل الى الحدود البولندية الروسية لاجراء مفاوضات مع الوفد الاوكراني والتي من المزمع عقدها عند ثالثة ظهرا بتوقيت موسكو وصلت ترجحات بان يتغير الموعد بسبب مشاكل في الخدمات اللوجستية للوفد الاوكراني اكدت المصادر البلاروسيان هذه الجولة من المفاوضات ستجرى في بيلوفيزكايا بوشا حيث عقدت الجولة السابقة عربت الصين عن استعدادها للتوسط بين روسيا واوكرانيا ومواصلة لعب دور بناء بالدعوة لمفاوضات سلاما بين الجانبين اخلال مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية وانكي ان حل نزاع في اوكرانيا يتطلب عصابا هادئة بدلا من صب الزيت على النار الصين مستعدة لمواصلة دور بناء في تعزيز المصلحة وتحفيز المفاوضات ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للتوسط حسب الحاجة بغض النظر عن مستوى التهديد في الوضع الدولي ستحافظ الصين وروسيا على إصرارهما الاستراتيجي وتواصلان تعزيز علاقة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي العلاقات الصينية الروسية مستقلة فهي تقوم على عدم الانحياز مع الكتل ولا تستهدف أطرافا ثالثة كما أنها لا تتسامح مع تدخلات واستفزازات طرف ثالث أعلنت جمهورية دونياتسك فرض سيطرته على 68 بلدة وقرية جديدة منذ بداية العملية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس في أوكرانيا أما اقتراب الارتال الروسية من الوصول إلى كياف تم رصد انتشار المدرعات على المداخل الرئيسية بالمقابل نقلت مصادر ميدانية أن مدينة بوتشا التي تبعد عن كياف قرابة 20 كم تشهد معارك عنيفة في التطورات دمرت موسكو مركزين في خاركوف كانت تتدرب فيهما مجموعات متطرفة فيما حاول المتطرفون الأوكران السيطرة على مبنى يحوي مواد مشعة في الفقف أعلنت الدفاع الروسية حصيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس اللواء أغار كوناشينكوف قال إن العملية العسكرية الخاصة أسفرت حتى الآن عن تدمير ثلاثة ألاف ومائتين وستة وتسعين منشأة عسكرية مشيرا إلى أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في ماريابال أسفرت العملية حتى الآن عن تدمير ثلاثة ألاف ومائتين وستة وتسعون منشأة عسكرية أوكرانية وتمكنت دفاعاتنا الجوية من أسقاط ثلاث طائرات من نوع سو سبع وعشرون في منطقة بولتابا وطائرة سو خمسة وعشرون في منطقة كوستوميل وطائرتي هولوكابتر من طراز مي أربع وعشرون في منطقة مجاروف بالإضافة إلى ثماني طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية قوات لوجانسيك تقدمت ستة كيلومترات وسطت سيطرتها على سبع مناطق سكانية المتطرفون القوميون استخدموا حوالي 150 مدنيا كدروع بشرية في مدينة ماريوبول وفتحوا النار على قوات جمهورية دونتسيك الشعبية من خلفهم فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمراكية أن واشنطن سلحت كييف بسبعة عشر ألف سلاح مضاد للدبابات في غضون ستة أيام نقلت شبكة سي ان ان أن رئيس هيئة الأركان الأمراكية زار الأسبوع الماضي مطارا قرب الحدود الأوكرانية أصبح مركزا لشحن الأسلحة من جانبها حذرت الدفاع الروسية من أن سمح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلحة كذلك نشرت الوزارة فيديو يظهر تقدم قوات الإنزال الجوي الروسية في ضواحي كييف قالت موسكو أن جهاز الأمن الأوكراني يستعد بالتعاون مع مسلحي كتيبة آزوف لتنفيذ استفزازات قد تتسبب في حدوث تلوث شعيا محتمل في منطقة خاركوف ذو كان مصدر الروسي كشف تورط السلطات الأوكرانية بمحاولة تصنيع قنبلة وصفتها بالقذرة في محطة تشيرنوبل بالاعتماد على التكنولوجيا الغربية شار المصدر الروسي لأن معدل الإشعاع المرتفع في منطقة تشيرنوبل مكن سلطات كييف من إخفاء خطواتها الخطرة في التطورات أعلن قصر لليزين الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقوا على إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان أمن المواقع النووية في أوكرانيا قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مخاطبا مبعوثي لاتحاد الأوروبي إن بلاده ليست عبدة للأوروبيين في إشارة إلى مطالبته من قبل الاتحاد الأوروبي بإدانة العملية الروسية في أوكرانيا في خطاب ألقاه أمام سفراء الاتحاد الأوروبي وجه عمران خان السؤال عما كسبته إسلام أباد من دعمها لحلف النيتو في أفغانستان بخلاف فقدان ثمانين ألفا من الأرواح وخسارة مئة وخمسين مليار دولار وبيّن مكسب بلاده بأنها تهمات بفشل النيتو في أفغانستان كشفت القوات الإيرانية عن قاعدتين للصواريخ وطائرات المسيرة تابعة للقوات الجوية للحرس التوري بحضور القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي أشارت وسائل إعلاما إيرانية إلى أن القاعدتين مبنيتان وسط الجبال وتضمان أنظمة صواريخ أرض أرض وطائرات مسيرة هجومية بمدى يصل لألفي كيلومتر تخترق رادار العدو وشبكات دفاعاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استشد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة مصادر محلية فلسطينية قالت إن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة أبوديس ما أدى إلى اندلاع مواجهات نصيبة خلالها طفلا بالرصاص مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع بكثافة صوبة سيارة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ الطفل المصاب ومنعتها من الوصول إليها ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق واستجهاد الطفل من جهة زعم جيش الاحتلال أن قوات أطلقت النار نحو فلسطينيين اثنين قام بإلقاء زجاجات حارقة على نقطة عسكرية اندلع حريق هائل في مخيم للنازحين بقضاء زاخو في أقليم كردستان شمال العراق قالت وسائل إعلام إن الحريق أتى على عددا من الخيام التي تضم نازحين إيزيديين من قضاء سنجار مشيرة إلى أن أحدا لم يصب بأذى والآن مشاهدين إلى العناوين تنديدا بممارسات ميليشيا قصد احتجاجات في بلدة أبو حمام بريفي دير الزور الشرقية فتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وصومي وسلطات كييف تعيق خروج المدنيين الدفاع الروسي القوميون الأوكرانيون استقدموا حوالي 150 مدنيا كدروع بشرية في ماريوبول النشرة انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى